اشتركوا في القناة وتعرف وتوظيف معامل التناسب قبل البدء في شرح هذا الدرس نجيب عني التمرين التالي السؤال يقول هل الجدول التالي جدول أعداد متناسبة لتأكد من أن هذا الجدول اليوماتي جدول أعداد متناسبة نقسم خانة السطر الثاني على خانة السطر الأول أي طريقة حساب معامل التناسب إذن 66 مقسومة على 11 تساوي 6 72 مقسومة على 9 تساوي 8 و42 مقسومة على 7 تساوي 6 إذن من خلال هذه النتائج يتبين لنا أن ليس لهم نفس الخارج ومنه فالجدول لا يمثل جدول أعداد متناسبة إذن مع وضعية الانطلاق الأولى على واجهة محل تجاري وعلقت لوحة مكتوب عليها تخفيض بنسبة 20% إذن أي أن كل 100 درهم تخضع لتخفيض قدره 20 درهم نملأ الجدول التالي التمل أصلي بالدرهم للقميس هو 150 درهم والسروال 200 درهم والحداء 250 درهم إذن الجدول فهو جدول يمثل جدول أعداد متناسبة ومعامل التناسب هو 20 على 100 أي 20 مقسومة على 100 تساوي 0.2 إذن لماذا الجدول نطبق هاتين القاعدتين مبلغ التخفيض يساوي الثمن الأصلي في معامل التناسب والثمن بعد التخفيض يساوي الثمن الأصلي ناقص مبلغ التخفيض مثال مبلغ تخفيض السروال إذن هو الثمن الأصلي في معامل التناسب إذن هو 200 في 0.2 تساوي 40 درهم وتمن السروال بعد التخفيض هو 200 ناقص 40 أي الثمن الأصلي ناقص مبلغ التخفيض ونحصل على 160 درهم وبنفس طريقة نحسب ثمن بعد التخفيض لكل الملابس ونملأ الجدول التالي إذن ثمن القميص بعد التخفيض سيصبح هو 120 درهم وتمن السروال 160 درهم وتمن الحداء بعد التخفيض هو 200 درهم أي أن هذا الجدول هو جدول أعداد متناسبة معامل التناسب هو 0.2 مع وضعية الانطلاق الثانية طلب من عاملة في سوق تجاري تغيير البطاقة التالية وذلك نتيجة الزيادة في أتمنة السلع بنسبة 10% إذن كما تلاحظون بالنسبة لوضعية الانطلاق الأولى كان هناك تخفيض أما في هذه الوضعية فهناك زيادة في الأتمنة بنسبة 10% السؤال حدد الأتمنة الجديدة التي ستكتب في البطاقات لتحديد الأتمنة الجديدة بعد الزيادة في الأتمنة نطبق هاتين القاعدتين مبلغ الزيادة يساوي تمال أصلي في معامل التناسب والثمن بعد الزيادة يساوي تمال أصلي زائد مبلغ الزيادة ومن فمعامل التناسب 10% أي 10 مقسومة على 100 تساوي 0.1 معامل التناسب يساوي 0.1 مثال مبلغ الزيادة في الثمن هو مثلا في البطاقة الأولى لدينا 140 في 0.1 أي تمال أصلي في معامل تناسب نحصل على 14 درهم أي أن هذا الثمن هو ثمن الزيادة أو مبلغ الزيادة إذن ثمن بعد الزيادة هو 140 يعني تمال أصلي زائد 14 مبلغ الزيادة فنحصل على 154 درهم بنفس الطريقة سنحسب الأزمنة الأخرى ونحصل على عوض 140 درهم ستصبح 154 درهم وعوض 220 درهم سيصبح مبلغ في البطاقة 242 درهم وأخيرا عوض 90 درهم ستصبح 99 درهم إذن كقواعد أساسية لحساب نسبة مئوية من عدد نضرب هذا العدد في نسبة مئوية مثال 50% من 650 أي 650 في صفر رسل إلى 50 حصلنا على 50 بقسمة هذا العدد على 100 أي كحساب معامل التناسب فنحصل على 325 أي 50% من 650 هي نصف وبالتالي نحصل على 325 وللتحويل من نسبة مئوية نكتب النسبة ونحولها إلى عدد كثري مقامه 100 مثلا العبارة منتوج يحتوي على نسبة 30% من مادة ما يعني أن كل كمية قدرها 100 من هذا المنتوج تحتوي على كمية قدرها 30 من هذه المادة نمر الآن إلى التطبيق على علبة جبن كتبت العبارة التالية 40% من المواد الدهنية وحسب كتلة المواد الدهنية الموجودة بعلبة وزنها الصافي هو 150 جرام إذن من خلال هذه الوضعية نستنتج أن معامل التناسب هو 0.4 أي 40 على 100 تساوي 40 مقسومة على 100 تساوي 0.4 وهنا نستعمل الجدول التالي الجدول يبين أن كل 100 100 جرام من الجبن تحتوي على 40 جرام من المواد الدهنية ومن هنا نستنتج أن معامل التناسب هو 0.4 إذن للانتقال من خانات السطر الأول إلى خانات السطر الثاني نضرب في 0.4 ومنه 150 في 0.4 تساوي 60 جرام أي أن الكتلة المواد الدهنية الموجودة بعلبة وزنها الصافي 150 جرام هو 60 جرام شكرا على حسن تتبوي